رمضان كل شيء فيه استثنائي هذا العام فعلى الصعيد الأمني نشرت قيادة شرطة النجف قواتها الأمنية في خطة أمنية لتأمين المراقد الدينية والأسواق التي تشهد اكتظاظا من قبل المواطنين لا سيما بعد الإفطار قامت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف باتخاذ كامل الإجراءات الخاصة بالخطة الأمنية المتعلقة بشهر رمضان المبارك تعرف جميع الناس يعرفون خصوصية شهر رمضان الخطة مرت على شكل ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت مرحلة فحص وتجريب القطعات عفواً مرحلة العمليات السباقية والمرحلة الثانية مرحلة فحص وتجريب القطعات والمرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ المباشر التي دخلنا بها والآن في مرحلة التنفيذ أما على مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا يقول مراقبون ومواطنون إنها ما زالت غير ملبية للطموح فالإصابات لم تزل تسجل أرقام مرتفعة بشكل يومي في النجف لكن لحد الآن إجراءات صحية بشكل صحيح ماكو اليوم أنا وياكذا تريد بعد الإفطار شوف المولات شوف الساحات العامة شوف التجمعات حتى لبس الكمامة بشكل صحيح يعني هو لابس كمامة خالها وكأنه ذقن إليه يعني ما أعرف مجرد أنه خال الكمامة على مبدس يدخل للمول أو يدخل للأسواق ولكن بالتطبيق الفعلي تدخل للأسواق تدخل للمول يعني المول أن تلقى أولا تزاحم عدم الاكتراس بالتقارب الاجتماعي ضرورة الحماية من هذا الوباء والتعاون مع القوات الأمنية الكوادر الصحية من أجل التخفيف عن الأعباء الحاصلة معهم لذلك في أيام شهر رمضان هذه شاهدنا إجراءات أمنية خفيفة في بعض المناطق مع تجديد في مدينة النجف الأشرف القديمة باعتبارها مركز المحافظة باستراتيجية تعتمد على المعلومات الاستخبارية وتنفيذ العمليات الاستباقية تشرع الأجهزة الأمنية في النجف مهمها في تطبيق الخطة الأمنية الرمضانية في وقت تتابع فيه شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار من النجف محمد رزاق التغيير